فكرة شبابية نيرا نشاهدها بين حين وآخر يسعى معها الشباب إلى تكوين ذاتهم وشخصياتهم عبر الاستقلالية وإيجاد مصدر للاستثمار اليوم عندنا واحدة من هذه الفكرة الشبابية والحديث عنها الرحب بضيفتنا مهال اعتيبي صاحبة أبليكيشن فور بوكس حياتي الله الله يسلمك حياتي نحن نتحدث عن أبليكيشن متخصص في الكتب وفيها عملية تبادل الكتب كيف نتم هذه العملية من خلال الأبليكيشن؟ هي عملية بيع وشراء ولكن تكون عن طريق الطالب نفسه يعني الطالب قد يكون مشتري أو بائع يعني إذا أنا بشتري كتاب وأنا طالبة أدش الأبليكيشن أدور حسب الكلية حسب التخصص شفت الكتاب أقدر أتواصل مع الأونر مع الكتاب وفيه مثل برايفيت شات يصير بين الأونر صاحب الكتاب وبين اللي بي يشتري وشير لوكيشن يتلاقون فيه نقطة معينة ويتم تبادل الكتب على السعر المتفق والمعلن عليه في الموقع نفسه في الأبليكيشن نفسه التطبيق ممتاز هذا يسهل وايد حق الطلبة يعني عدل ماذا ليت الفكرة بالبداية؟ هو ليش أن أنا مكان عملي في جامعة الكويت فأحد المرات كنت مراقبة في قاعة اختبار وكانت تقريبا القاعة تستوعب ثمانين طالب فقط أخلص الاختبار أنا شفت كومة من الكتب موجودة في الباب يم الباب الكتب خلاص ما يبونها وخاص بيقطونها والكتاب يعني ما كان اللي أقول اللي متقطع يديد واضح أنه حتى في نوتس بسيطة يعني وكان سعره حتى غالي يعني مو مرخصة اثناش دينار فقحت فكرة أقول ثمانين كتاب واثناش دينار والاستخدام واحد فقط وانقط فحسيت أن هذه استنزاف يعني يسمونه استنزاف للموارد خصوصا في صرح أكاديمي المفروض ما يكون في أي نوع من أنواع استنزاف يعني سواء للكتب للموارد للطاقة فقلت ليش ما أسوي تطبيق طبعا سألت الطلبة قلت لهم شون طريقة بيع وشراء الكتب طبعا نشتري ساعات من مكتبة الطالب ساعات نشتري من مكاتب برا بس تواجههم مشكلة أن بعض الكتب ما تتوفر إلا أثناء الاختبار الأول أو المتير من الأول فقلت بس في طلبة عندهم الكتاب نفسها بيقطونا أو قاطينا أورادي فقالوا ايحنا ساعات نطلب يطلبون طريقة تقليدية اللي هي تويتر يدرش من عندك كتاب فلاني عندك كتاب فلاني فكل الشي العملية مو براكتكل خصوصا يعني أنه في بعض الطلبة يحاوظون على البرايفاسي الخصوصية ما يبيوزعون أرقامهم ما يبيوزعون أكاونتاتهم وصعب حتى يعني تويتر هو مو بالضبط تويتر هو مو سيرتش انجين يعني هو مو محرك بحد صح يعني ما أقدر أكتب كلمة كتاب وأدري أنه في جامعة الكويت واحد عندها الكتاب صح فسويت التطبيق وايد بسيط ويساعد الطلبة أنهم ينظمون عملية بيع وشراء الكتب بين بعض نزين عملية اللي استغرقت منك من وقت نقول وجهد وتعب في عملية الأبليكيشن هل فعلا خذ وقت كبير على ما نفذتي؟ وهو تنفيذ الفكرة مو صعب بس تأكدين أن الفكرة ستشتغل وهو هي صعبة وهذه الماركتينج الماركت ريسيرتش خذت مني فترة طويلة أن فكرتي رح تمشي ولا لا؟ رح يستخدمونها ولا لا؟ الطلبة في عندهم كونسبت أن أنا أشتري وأبيع شيء مستعمل ولا لا؟ إذا بدخل هالكونسبت كيف كثير أنا أحتاج أفرد؟ هناك مشكلة بعض المبادرين لمنكم عندها فكرة حلوة يطبقها قبل أن يدرس السوق وما يريد تنازل عنها سواء تشتغل بالسوق أو لا تشتغل أو لا يريد تنازل عنها فأنا قلت لا قبل أن أبدأ فيه فأجعله أتأكد أنه سيستخدمونها وهذه تعبت في هذه الفترة كنت قاعدة مع طلبة أذهبت إلى جمعاتهم ومسألهم يقوموا تستغرق قبل أن نزله فهذه أكثر فترة اللي أنا تعبت فيها السراحة ما شبت النتيجة الآن؟ النتيجة أن الطلبة يقومون يستخدمونه بعضهم يفضلون أن يكون فيه دفع أونلاين بعضهم يفضلون أن يكون دفع كاش هناك اختلافات على مبدأ أنه لا نبي برّ كليتنا نبي بس اللي بين كلية فأنا كل يوم أخذ منهم الفيدباك وسوي أبديت على الابليكيشن وهو موجود في الستور وكل شهرين ثلاث أشهر شيء ينزل أبديت على حلو نزيل المبالغ هل هي مبالغ رمزية ولا على نفس سعرها الأساسي؟ قصد سعر الكتاب سعر الكتاب الكتاب هو اللي يحدد صاحب الكتاب نفسه هو اللي يحدد وهو اللي يسوي الديل حتى الكونسبت مع الفوربوكس إنه نعلم الطلبة يسوون ديلز وشهر ممكن يسوي بيع شراء بالجامعة وحك كتبه يعني هو شاري كتابه وشاري غالي فأهو اللي ثمنه حتى في بعض الكتب يكون فيها نوتس يكونون أو فيها مثلا كاتب فيدباك أو كاتب نوتس فهذه أنا أحس إنه هو يقيمها هو يحط سعر الكتاب إذا يبيه مثلا وفي بعضهم اللي يكون أسألة الكتاب محلولة فهو يحط السعر ويكتب مثل تفصيل يعني ليش هو حطها السعر أو شنو يميز الكتاب ماذا ممتاز زي في بعض الكتب تصير عليها رسمات هذي تنباع بعد؟ والله أنا لأني أحب الرسم رح أشتريها السرعة أخليها piece of art بس يعني هذه كانت الإشكالية يوم سويت الابليكيشن نفيه وعضهم ما يثق في الكتاب فخليت عملية إتمام البيع والشراء يكون بعد الكتاب ببيدة فأنا كطالب تيكت الكتاب أسوي ريجكت للديل ما أعجبني كتابك يشوفه بإيدي يتأكد هذا يسهل وايد يعني في بعضهم يقول ماهل ليش ما خليتي أنت تأخذين الكتب وأنت توصلينها يعني أنا ما أبي أصير أن أنا مورد وأبيع لا أنا أبي الطالب هو نفسه هو الذي قيم بضعته وهو نفسه هو الذي يعرضها بطريقته يعني يعني عملية بيع وشراء مصغرة تأهلهم للمستقبل إذا في حالة يبطل بزنس ممتاز نزين عندي سؤال من ناحية أن الطالب يشيك على الكتاب قبل لا يأخذه هل هو يتلاقى مع صاحب الكتاب ويشيك عليه وبعدين يشوف إذا يدفع أو لا؟ يعني هل هذه هي الفكرة؟ بالضبط، بالضبط، أهو ليش أنه حالياً يدفع كاش ليس عن طريق أولاين بايمين ويشيك فأول ما يطلب أهو الكتاب على طرح يتبطل شات بينه وبين البائع يتلاقون في مكان أنا بشوف كتابك أنت ما أخذ الكتاب عند الدكتور فلاني شون الكتاب مفيد أنا مسوي يقول لأي تعال تشوفه وتعال أخذه فأنا حتى ما حطيت خدمة توصيل ليش لأنه في الجامعة هم ينبعض أي صح يعني كليات وينبعض فليش أبي أخلي الأب مالي وايد في لوجيستيك عندي توصيل وعندي بايمينت وهو مفعال هل أشياء هذه ما يحتاجونها وخصصاً أنا سعر الكتاب رمزي بحط توصيل وبأخذ أمول التوصيل وقد يعني مثل ما حضرتش قلتها ما يعجب الطالب فيرجع الكتاب ثاني مرة فيصير أن يتلاقون الكتاب أي أوكي أعجبني فهو نفس المشتري يسوي ريجكت أو أنه كومفرم حق الترانزاكشن الديلز حلو إنزيل بالنسبة للملخصات ملخصات الكتب نفسها هل أيضاً تنبع معه أنا حاطة باب للملخصات يعني هو سواء كتاب أو سواء ملخص أو سواء حتى تقارير يعني في بعض الطلبة يحبون يشوفون تقارير اللابات اللي طافت أو يشوفون مشاريع التخرج القديمة يحبون شون سووا المشروع التخرج شون يكتبونه هذا مو بس أنه ما بيستنزاف كتب استنزاف طاقة الطالب اللي تعب فيها طول سنين الجامعة صح حلو أنها تضل خالدة وتعلم غيرها ضد ضد ممتازة هذه إنزيل هل فكرت أن أنت يتوسعين أكثر أنه ما يصير فقط على الكتب الجامعية ممكن أنها تكون على كتب أخرى أنا أشوف أن عالم الكتب الأخرى موجود وائد طابقاً أمازون يعني أنا ما رح نافز أمازون أنا عندي أحل مشكلة صغيرة وركز عليها ولا أني أسوي توسعة وحلك المشاكل العالم فما ودي أطلع عن إطار الكتب الجامعية وأي شخص ممكن يحط كتابه يعني أنا يعني أنا مشرط أن يكون كتاب جامعي بس أنا الرسالة اللي أوصلها والماركتنج مالي كلها يخدم الطالب يعني يحس الطالب يحس أن هذا المالي هذا هني رح ألقى كتبه هذا مالنا يعني أما في ناس بتحط مجلات بتحط كتبها تقدر تعرضها يعني تحطها بس مو هما التارجت الأساسي والي مو هما اللي أنا مستهدفتهم في الدرجة الأولى يعني زيت شم جامعة الحين موجودة في الأبليكيشن؟ هل في جامعة مختلفة؟ هو الأبليكيشن عالمي الكاتوغريز حسب الدول يعني أنت يتحطي مثلاً الكويت تلقين كل كتب طلبة جامعة اللي موجودين في الكويت سواء جامعة الكويت ولا أي جامعة وما يسأل أنت في أي جامعة هو يسألك شنو تخصصك لأن التخصص واحد في أغلب الجامعات والكتب تكون واحدة فهم سوية السيرتش عن طريق الكلية وعن طريق الدولة وعن طريق التخصص يعني مثلاً أنا بتخصص كمبيوتر ساينس أبي شوف شنو الكتب اللي راح تنبع أو ودي أدرس قبله ديش التخصص ودي أشتري كتاب أشوف وممكن يصير بعد كميونيكيشن أنه يطلب الكتاب ويدش محادثة مع صاحب الكتاب يسأله عن المادة نفسها زيل ممتاز يأخذ مثل حق الكورس قبل لا يأخذ حلو هذي تأهلة على شاله يعرف شو المادة اللي ما أخذها هل هو فعال في الدول الثانية؟ شقال في عملية ترانزكشن تغريباً صارت في أمريكا عندي أثنين في أوكرانيا سووا عملية ترانزكشن في جامعة الكويت سووا كذلك ما زال في مرحلة كل الفيتشرز موجودة شقال فعال ما في أرورز حمد الله بس أنا على طول أبي أسوي الأبديت يعني أطول إيش ما أضيف إيش ما أحط إيش فحالياً لا شيء في مرحلة اللي هي الحملة الإعلامية إن شاء الله أنت الآن في مرحلة وائد حلوة اللي هي البداية الناس يقولون لك مثلاً عدلت شذي يسوي شذي خاصة إذا يتم من ناس متخصصين يعرفون تعرفون قيمة المعلومة هذه في تطبيقها داخل الأبليكيشن عسى ربي وابكتش يا رب لكن قبل الله نختم هذا اللقاء شنو مستقبل فوربوكس؟ فوربوكس أنا أشوفها شفت لون أمازون للكتب العالمية أنا قاعد أشوفها نفس أمازون بس الكتب الجامعية إن شاء الله إن شاء الله أشوفها وخلال هاللقاء أنا ودي وائد وائد أن أشكر برنامج فكرة لأنه كان المصدر الأساسي بتكوين فكرتي وتطبيقها برنامج فكرة هو اللي أعطاني الثقة أن إذا عندك فكرة سواء تخصصك بيزنز أو لا يمكنني أن تكون بيزنز اونر يعني قبل برنامج فكرة أنا كنت أحطى في بالي أن أنا متخصصي بيزنز أنا ما أقدر يمكنني أفعل تطبيق بس حقي أو بيني وبين ربعي أنا ما أقدر أحول إلى بزنز حقيقي يعني فعوايد أشكرهم خلال هالبرنامج وأشكركم بعد استضافتنا شكرا لك ويعطيت العافية حياة شاء الله مهل عتيبي صاحبة أبليكيشن فور بوكس شكرا توادف معنا مشاهدينا من بعد الفاصل فقرة صحتك